لديبا نقش معنا موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات مؤسسة الدولة الرسمية أنه قرض لفهمية في الجيب سي عبدالسلام؟ إذا كان الصورة توليهية تعوض الاتفاق فنعتبرها اتصالي منسيين صعبة ياسر اللقاءات اللي تم في دافوس بعض منها تشبيك وتحذير لما بعده والبعض منه هي لقاءات نجم تقول البعض منها فهم مجاملة البعض منها هي ترتيب تقليدي لمواعيد فبالتالي ما نجموش نأخذ انه واحد يبتسم ما ترى ويشتخذ قرض هذه ابتسامة عريضة جداً وسعادة مفرطة جداً من رئيسة الحكومة أنا نتمنى رئيسة الحكومة تقول شنين نكتر اللي خلتها لها مدير العمل صندوق النقد الدول تتصور ثم نكتر في الوسط؟ نعم في الوسط لأنه من اللي جاءت الحكومة حداش اكتوبر بالضبط اليوم حداش اكتوبر 2021 أي اربعتاش نشهر أي أنه رئيسة الحكومة هي ثالث اكثر رئيسة حكومة من 2021 إلى الآن أي أنه اليوم مفترض مش نحكيو بش ناخذو وإلا ما ناخذوش يجب نحكيو على المنجس الناس ما يجموش ينسو نقطة مهمة أنه في قانون المالية ليخرج بالمرسوم بتاع الفين واثين وعشرين أي أنه من ديسمبر واثين وعشرين قالتنا رئيس الحكومة كيفاش قالتنا هي ما تكلمش أما قالتنا من خلال قانون المالية من خلال أو بالأصل ما هيش قانون المالية هو مرسوم المالية من خلال مرسوم المالية قالتنا رأينا بش ناخذو وخرجت وزيرة المالية في تقريب شهر نوفمبر 2021 وقالت رأي حكومة هشام المشيشي هي عطلتنا وكان كانت كحاريسة رأوخذينا وقالت أنه في مارس الثانين وعشرين بش نعملوا الاتفاق التقني ولكن وقتاش تعمل تعمل في أكتوبر وألغي الاجتماع وأجل في ديسمبر ثم أجل في أكتوبر أنا وقت نلقى قدامي جملة هالوقع هذي فشل الحكومي بامتياز وفشل رئيس الحكومة بالذات أنا كيفاش بش نحاسب حكومة وإلا رئيس وإلا حزب ماذا أعلن وماذا أنجز في قانون المالية قال يا رابش نجيب طو من صندوق النقد الدولي بش يفتح لي أفاق التعاون الثنائي ومتعد الأطراف اليوم ثم مش واحد أو خرجتش رئيس الحكومة تقول يا شعب نعتذر لأنه فشلت سبب سبب خارجي داخلي واقعي أحزاب رئيس الجمهورية في واد وانا في واد من حيث المبدأ أنا أصادق على رأي كلام رئيس الجمهورية صندوق النقد هو صندوق نهب هو يحكم فينا هو يحكم في العالم هو آدات اقتصادية لمشاريع سياسية نمشي لو احنا بساقينة ففي الجوهر أنا معا موقف ولكن أنت رئيس جمهورية لست منظرا حر أنت بش تعمل برامج بش توصلها تمشي ما عندي كانوا واحد يقولوا أعطيني فلوس يلي بيك ويلي عليك هذا ما مش معقول أنا صحافي حر نجي منقول رأي صندوق النقد الدولي بيك وعليك يعني نحب نتسالف من عندك فلوس توسيع عبد السلام ولكن في نفس الوقت أن نقوم بشتمك أو بشيطنتك هذي قاد نقوم فيه نرجح لسؤالك الأصلي ابتسامة رئيس الحكومة يا سيدي أولا أنت فشلت لمدة سنة وشهرين ويا سيدة بودن رأوا عندك 14 شهر رأوا محكومة أكثر منك إلا يوسف الشاهد والحبيب الصيد فقط واليوم إنجاز وحيد بش تعملوا تقدموا إنجاز وهو بين ظفرين إنجاز إنه بش تقول هابش نفتح بوابة التمويل الهذية بتاع صندوق الدولي حتى نفتح البوابة الثانية بتاع المتعادة الأطراف في شلتفه لنفترض أن الضحكة تساوي توقيع لنعطي معك فرضية أخرى لنفترض إنه الابتسامة العريضة لرئيس الحكومة هي دي ما تبتسم بصفة عريضة وعلى ما أظن هي يعني قلوا إحنا طبيعة كاركتير عند سيدة رئيس الحكومة حاب نعم تحليف أنواع الابتسامات الأجمرة وانت رك مختص في الاتصال الحكومي وعندك تجربة كبيرة في هذا المجال إنه بش تنبرمجت ملف تونس في الاجتماع القادم لصدوق النقد الدول أستعير عبارة الدكتور أيمن بوغانمي التونس سعيدة بحكومتها والسعيدة بشعبها أصبحت التوقيع من أجل الاقتراض إنجاز يستحق الابتسامة معناتها أنهارت لي بش ناخذ فلوس بش الثقل الميزانية والأرقام معروفة ما نش بنقولها أنا اليوم بثقل المديونية متاعي نصبح نتحدث على إنجاز نبتسم له الأصل فيه معتها نبكي ونمشي يقول للشعب ها هيا مشاكلي الحقيقية معتها أنا وقت نجي نقول للشعب أراني أريد أنت بغضر نظرش كون السبب بالبارح واليوم معتها وقت أنا بش نمشي نقطع رض مكرهن أخاك لا بطل ما نبتسمش كان أنا أردته نحلل في الابتسامة مش في موقفها نحلل في سؤالك على الابتسامة مش في موقفها هاني أخوتك نجمع حكا ونكت تفادليك أقول فهانا تفهمني أما نحكي هل أنو في صورة ما إذا وصلت عمل التوقيع عمتاع اقترار نوالي ينسوقوا كأنو إنجاز بينما في عشر سنين وفي عشر سنين التالي يقولوا إن اللوجوء لسندوق النقد الدولي هو دليل على أزمة الدولة فوروم داووس اليوم تكتب لابتسامة بودن تقاليفيه لانترفيه 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 جنرال ديجابيه بودن تعتبر هذا إيجابي في اللقاء هالبارح أو مخرجات إيجابيه ما يقول لقاء الإيجابيه هي أو المدير العام؟ الرئيسة الحكومة يعني إيجابي بالنسبة لها هي تنجم تقول إني نجمت باللغت اللي نحب نبلغه ولكن صندوق النقد الدولي ومنظمات الدولية في الاجتماعات متاحهم هما يعبروا وقت نخرج بلاء أنا نعبر على شنو قلت والأخر يعبر على شنو اللي قال وقت نلقى مدير العامة صندوق الدولي تعمل تدوينها متاحا قالت نحن مساعدين لدعم تونس فقط نقطة إلى السطر تدوينها موجودة في تويتر في صفحتها المؤشرة والمعروفة فهذه موقف تونس هي مرتاحة أنه توصية رئيس الجمهورية اللي قال الاقتصاد ما هوش بالأرقام وإنما الاقتصاد هو بالعدالة الاجتماعية نجم بلغتها هذه الفكرة وهذه هي إيجابية ثم أنه ما عندي ثقة كبيرة ياسر في تقييمات السيدة بودنس ببسيط لأنه وقت سيادة رئيس الجمهورية قالها مليون وثمانيمائة وهما ثمانمائة وثلاثمائة في الشارع ولا ألف ولا الفيون وخمسة قالت ما شاء الله فبالتالي التعبير على الابتسامة متاحة والتعبير عما قيله ما عندي ثقة كبيرة خاصة وأنه ما عودتناش سيدة رئيس الحكومة أنها تتحدث بش نفهمها بش نعرف ووقتش تقول الصحيح ووقتش تقول الكلام الديبلوماسي ووقتش تقول الكلام المطابق للواقع ثم اللقاء إيجابي هو كلام ديبلوماسي كلام ديبلوماسي فبالتالي الابتسامة شيء والإيجابية شيء ولكن نحب الواقع اليوم تخرج سيدة وزيرة المالية باعتبارها مرافقة لها ويتمثل حكومة بينما نعرف البنك المركزي مستقل يقول لنا لا أراه هذا اللقاء هو تمهيد لا ولو قد وعدنا بأن يكون الجلسة ليس التوقيع الاتفاق الجلسة اللي ترح ملف في تونس يوم عشر عشرين خمسين ثلاثين من الشهر كذا وكذا ننتظر على كل بلاغ أو بيان رسمي من الحكومة ولن نجده ولن نجده متشائم لا واقعي أعطيني مرة الحكومة عملت حاجة وقالتنا راني بش نعمل أحنا سيدي قبل أن أسمع فيكم تحديث على موضوع ما عاش نجده مع بعضنا أو لا على مسألة المساعدات اللي بيكو أنا يجعين وطور في النقطة القادمة أعطيني فقط مرة الحكومة قالت راني بش نعمل أحنا نبدأوا قاعدين حلو جورت نرقوا قرار نبدأوا قاعدين اجتمع فلان مع فلان وقرار كذا فبالتالي مثلا لماذا كالسياسة الاتصالية قاعدين يخرج بلاغ ثم ترفيعه في سعر البترولي إلى كذا وكذا وقد استثنين إلى كذا تم مثلا ليش تم تمهيد ثم تفسير ثم تحذير الشعر لم نتعود ليبيا ترسل مية وسبعين شاحنة محملة بمواد غذائية إلى تونس من أي وجهة نظر رئيس موقع بوابة تونس عبد السلام زبيدي يمكن قراءة هذه الحركة الليبية توجه تونس المقدمة التقليدية نقول بارك الله فيهم التقليدية والحقيقية والصادقة بارك الله فيهم أنه في أزمة ساعدون بهذا الشكل من الأشكال ولكن هات نقرأه اتصاليا وسياسيا مثلا أعمق نسأل نفسي وبش نجاوب شكون اللي أعلن عن هذا الخبر هل أعلنته تونس؟ لا أعلنته ليبي ومحق بصفارة وبنفس الكلمة التنميتي أي أنه ثم الدولة التونسية لم تحترم شعبها مش في التسول فقط وإنما في إخباره روهاو أي التسول تسول تسول اليوم اليوم تونس وقت يجي ملحق بصفارة أجنبية ويجي يقول لنا رانا جبتلكم مؤن كانت توزع في السبعينات من عند البام ومن عند الأونروا ومن عند المنظمات هي نفسها أرز وسكر وزيت ممكن تزيدها طرف السحلب ودراعه وغيرها كما هذين فلما تتقال منهم هما لا تتقالش في سياسة نحن رو عندنا اتفاقيات ثنائية مع دول ثم مساعدات عينية وتخرج في بلاغات وعندنا سبعين ألف طريقة بش نوصلها لما توصلها انتي بهذا الشكل ثم ما نذكرش ان عنا شهر التالي فيما فيديو خرج تصور بالدرون كان شفتوشي ومصورين وجهات ليبيا ليبيا وليس تونسية هذه المشكلة متاعية هذه المعلومة انقدمة فقط المشكلة متاعية الدولة التونسية ما تحترمناش وتقول لنا المعلومة نبقى اذن ذكرك في مسألة بسيطة يسر عنا شهر ونسخ دينا مثل الجزوال من عند ليبيا من ليبيا هل انه ثم مصدر واحد تونسي تكلم عليها اصل ثم خطأ خرج في كل وسائل اعلام دون استثناء اللي هو 30 مليون طن مكافأة نفط تونس وهو 30 ألف مش 30 مليون لانه الخطأ خرج في الناتق الرسمي الليبي قال اخطأ 30 ألف 30 مليون الجهات التونسية الرسمية ما صحتش المعلومة لا صحت ولا قالت المعلومة ولا قالت فانا ايطار كذا فانا كيفش مش نجم نقيم نقيم اداء حكومة ولا اداء سلطة في ذل انها لا تعتبر الرأي العام جزء من مكونات علش نقبلوه في المازوت وفي الليسانس وما نقبلوهوش في مواد الغذائي ما شفنش سيد بوليميك سيد عبد اسلام في المازوت وفي الليسانس اليوم لانه فما فرينا وروز وسكر وزيد في الرمزية لانه هذه المواد تعطى في حالة الكوارث الطبيعي ما قلناش وقت ايطاليا ساعدتنا وقت كوفيد ولا الصين ما قلناش وحنا بيدنا ساعدنا ايطاليا ودو وعد ساعدنا موريتانيا وموريتانيا ساعدتنا بطريقة اخرى لتقدر عليها فهذا ما فهمش اشكال في حالة الحروب في حالة الاوباء في حالة كذا نجم ونعمل ولكن في حالة مفترضة تكون عادية السلطة بيد جهة واحدة هي تتحكم فيها حكومة دون ضغط اشمعت دون ضغط لعندها برلمان يحك فيها لكون يحاسف فيها ليقولها يجأ اخرج ليقولها يجأ اتكلم لكذا يخرج كل شيء في الرائد الرسمي ما عندك تسمى اكثر حكومة تقدم باريحية لما يجيها في الليسانس ولغيره ثم تقاليد معينة في المساعدات وقت جيتنا من الجزائر شقيقة جزائر فلوس قرض وقرض وهيبة ما قلنا حد شيء وقت جيت حتى في الشكل وقت تجي الاموال لخلاص شحنات بتعقمحهم تعزيته صارت من البنك الاوروبي الانشاء صارت من الاتحاد الاوروبي لينقاد تونس وما ندخلوش على فكرة السبب متاحها حتى لا ندخل في فوضى مطلقة وليس حبا في تونس مش محبة فينا وانما ما يحبوش يوصلوا تونس الى نهاية الحافة يحبو استقرار حماية للحدود متاحهم فكانت كيفاش كان كانت اعطاء تونس يا اما قرض او هيبة من اجل الخلاص فيخليلك انت سيد انت بش تشري هذي يجيبلك الماكلة وكأنك في حالة حرب في حالة مجاعة متى اكبر منجز حققناه انه اصبحنا نأكله ليس من وراء البحار بالقروض اهبطنا درجة ولينا نأكله من وراء الحدود معا شخص بحار من الاشقاء متاعنا وبرك الله فيهم ولكن في عطايا شبيهة بعطايا الكوارث والمحن كيفاش كانت تخرج هذه العملية الى العلن تقول لك ليبيا تونس اللي وقفت معايا منذ منذ ما صار في ليبيا في 2011 نحب الرد الجميل نحب الرجع الجميل الى تونس كيفاش كنت ممكن تخرج بالتنسيق مع الخارجية التونسية ان الخارجية هذا عمل دبلوماسي ما بين الخارجية دبلوماسية وما بين الخارجية الليبي ماذا كان يمكن ان يكون لا لو ما على ليبيا في اي شيء سواء كان سياسيا او اتصاليا هذا ما نتفقين فيه اعطات عينيا وإلا اعطات ماليا بارك الله فيها في كل الحالات هذا بش نتفقوا فيه في النقطة الولى المشكلة متاعين امتال الحكومة في مدى مصرحتها للشعب وفي اختيار الاشكال انا كنت احبث مجلس طالب ونتشرط كنت احبث بالقاروات الديبلوماسية هذا تعطى بصفة منحة او بصفة قرض ميسر او بصفة منحة وبصفة هيبة وتونس هي التي تتصرف فيها اما اكسورة تبقى عالقة او بش نقوله اخر مرة اخذينا مساعدات عينية خارج المحن والكوارث البيئية والطبيعية والانسانية او اخر السبعينات عودنا رجعنا التصوير هذي بش نتفقه اليوم بش ناكلوه الزيت والسكر والواحد بش ناكلوه وعد حتفقنا لكن بعد عشرة سنة وخبصنا وقت نحكيه بش نقوله اكل عامرة واحلى وصلنا الازمة التي ينكرها الكثير ممن يديرونا دوري بالسلطة يعني نفهم منك عبدالسلام زبيدي في كونه انت ما عندكش مشكلة في كونه يتم تقديم مساعدات او منح ولكن الطريق الطريق او الشكل والحكومة متاعنا الفعل متاعها اولا في التنسيق ثانيا في كيفية الاخرار ثالثا في احترام شعبه وتواصل معه الحزب الدستوري الحر يدعو منظمة الامم المتحدة الى عدم تسكية المسار الانتخابي في تونس تتوقع انه يصير تفاعل من الامم المتحدة مع مثل هذه الدعوات وكيفية تقرأ ايضا التوجه الى الامم المتحدة من حزب سياسي تونسي لنفترض نحيه حزب الدستوري الحر ونحطه اي حزب اخر ونحب حزب الدستوري الحر يعلق على هذه العمالة اي انه يجي يعمل حزب اكس ولا جريغ والزادة حزب اسلامي حزب ديمقراطي اجتماعي حزب يساري ويمشي يتوجه الى المحكمة الافريقية كما تم التوجه من خلال محامي كما يمشي يعمل اعتصام قدام الانتحاد الاوروبي الحزب السوري الحر يقبل ايضا الى السدياش من نظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان لنفترض انه طرف اخر يعمل الاعتصام قدام هيئة الامم المتحدة وتمثليتها في تونس وطالب بنفس الطلبات لنفترض انه حزب اخر او جمعية من المجتمع المدني مشي يتوجه هذا ينتهاك لسياد هذا ما اسمي سياد التونسي هذا استقواب الاجنبي الامم المتحدة هذه مما تتكونوا طرف مما تتكونوا مما تتكونوا من دول والهدف شنوه الضغط على من يسير دولي بالدولة مع انت انا نمشي ما ويزيني يفكك العملية انا نمشي الجهة عندها سلطات اعتبارية وبالطبع ما هي طرف محايد لهم المتحدة لا لا طبيعته ما هي طبيعته كان هاي طرف محايد وشوف شنوه تعمل في فلسطين وشنوه الفصل السابعة سعملته في العراق وشنوه كذا لا هي بمكوناتها وقت حبي تضرب العراق وافغانستان والسودان وكذا تجيزوها بطرق معين خطرها في نتطاف شكو بشي صوت اللي بشي صوت هم الأعضاء سواء كان في الهيئات والهيئات ولا في المؤسسات امتاح فبتالي مثل ماش حاجة مطلقة اسمها الأمم المتحدة فها آليات تعتخاذتها قرار ما يعطينا كان نمشي لمكونات امتاعه اللي هي اسمها الويت المتحدة اللي هي اسمها فرنسا اللي هي اسمها تال وتال 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 باش نقولهم بالله يعاونوني على البلاد امتاع معتوقت نمشي نحط ساقي على الأرض ونقول نحي الاسم الطرف اللي يعمل ونقول في صورة ما إذا يعمل طرف آخر هل نستطيع أن نعمم هذه العملية أو لا نتذكر فترة وفترات ثم ناسق خرجوا بيانات متتالية أنه لا المقابلة مع سفير فولان دولة فولانية وقتها صارت على فرنسا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية نفس هذه الأطراف بما فيها منظمات وطنية بعدها بشهر ونص تغيرت بعض التوازنيات وكلهم قابلوهم وشنهم اللي يخرجوا نحن نقابلو في العالم وليس في السر بينما الأطراف اللي ندوا بهم هم زيادة كانوا يقابلو في طرف ففي تونس في العملية السياسية وليس عملية التموقعات وليس عملية مبدئية بامتياز ولكن نرجع للحزب الدستوري الحر هو ذكي من ناحية الاتصالية شمعت ذكي من ناحية الاتصالية أي أنه يعرف من أين الكتف ومنين النجم نحرك الراي العام ونخلي الأعلام يقدر أنه بشي تابع هذه ذكية من النقطة الأولى النقطة الثانية في المطالبة متاع الدستوري الحر والمطاطب هو حر ليس نقيم شنو باهي ولا خائب ولكن أنه ما يخليش الروح من يمكن أن يتحالف معه لأنه كيف تشوف في الطلبات أنا ذات السلطة وأنا ذات الإسلام السياسي وأنا ذات المجتمع تمويل المنظمات المجتمع المدني فبالتالي أنه بش تولي تولي تخلي روحك في زاوية من الزوايا تناظل نعم تقدم مقترحاتك نعم وهذا أنت يحر فيه الأطلاق ولكن في هندسة المجهد السياسي هذا يمساعدك أنت تعتبره هذا استقواء بالأجنبي هذا لا يمكن أن يقرأ إلا كذلك لأن أمم المتحدة تونسية ما منظمة دولية ولا أعضاها شكور أجالب أشنو الهدف إذا تخرج قرارات الأمم المتحدة تقول لك نعرشة 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 أو كذا أو كذا قرارات أممية تتجم بها المجتمع الدولي لا لا شكور كيف تخرجها من المتحدة باسم شكور باسم الأعضاء المتاحة باسم الدول باسم الدول ما أنا توجهت لهيئة تمثل دول هتمثل لهيئة تمثل دول وما تمثل هيك دولة كيف نمشي لها الدولة التونسية غدوة عبير تحكم ولا غدوة الإسلام السياسي يحكم ولا غدوة حوار وطني خرج شكور يحكم كيف هو يتوجه عنده الحق في نقطة أخيرة نقابة صحفيين تقول هيئة الانتخابات تحاول وضع اليد على التلفزة الوطنية خلينا فمو شنو اللي سير اليوم داخل هذه المؤسسة بالرغم من أن هيئة الانتخابات البارحة للمنصري الناطق الرسمي لهيئة الانتخابات يقول مناش باش ندخله في مضمون طرح الأسئلة فقط باش تكون مسألة أو عملية تنسيقية هذه خطوة إلى الوراء من سير منصري الخطوة الأولى تمت هي منذ الدور الأولى ما قبل الدور الأولى للانتخابات وهي عبارة الولاية العامة أنه مدى ما عندي ولاية عامة على الانتخابات والمحما الإدارية أثبتت هذا بقرارها ما يتعلق بالهيئة أنه أعلق قانونيين لكنه أعلق سياسيين هي وضعت يدها أعلق سياسيا أنه وضعت يدها على الإعلام والدليل أنه عملت القرى عبدون حضور الله هيكا وأنه تم ما أرادت وأنه عملت المناظرة ما غير مستشارت وأنه إلى غير ذلك فاليوم فعلا لزي قاعدة وضعت يدها على كيفية إدارة الإعلام في الحاملة الانتخابية وليست وضعت يدها على التلفزة الوطنية هي وضع جزئي وليست وضعت يدها على التلفزة الوطنية طرف أخ وليزيه تعمل السلطة العمومية الحاكمة السلطة السياسية الحاكمة بالطبع اليوم نأخذ الأطرف السياسية والاجتماعية نأخذ قايمة في البرامج السياسية من 25 جنوب 2021 إلى الآن نأخذ قايمة فقط قايمة فقط نرى طبيعة المحللين اللي قاعدين موجودين في البلاتون لزي اليوم تراجعت عن تصريح رئيسها وطأة ترجع تكتيكي لأنه اليوم عندك الولاية وانتي قاعدة راقب قلت لي في الدورة الولانية لهايكامة عندها حتى صلوحيات فبالتالي لتخفيف الوطأة هذا الموقف بتاع نقابة صحفيين ومردود الفاعل دفعتها كلفة كبيرة لزي منظمات دولية واتحاد الورب تقول مجيشة الراقب فبالتالي يحبوا يخفوا شكرا جزيلا صحفي عبد السلامزبيدي رئيس موقع بواب التونس على حضورك معنا وقبول هذه الدعوة الصباحية شكرا جزيلا على كل هذه القراءات اللي قدمت هنا نحن بشيكون ضيفنا ثمانية واربع عالمين العام لحزب طيارة الشعبي زهير حمدي حمدي قبل هذا الأخبار